بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم بشرح درسنا الجديد ان شاء الله للصف السادس الدرس جدا بسيط وسهل بمسمى تقدير نواتج الضرب او ضرب هي مش الضرب امهم الضرب والقصنة طبعا احنا عم نحكي عن الاعداد العشرية فهي للأعداد العشرية والعنوان العنوان اصلا تقدير نواتج ضرب الأعداد العشرية وقسمتها قبل ما ابدأ بشرح الدرس نراجع شوي التقدير انا عنواني فيه تقدير اذا انا عمليتي لازم يكون فيها تقدير تقدير معناها تقريب واحنا درسنا التقريب بتفصيله قبل سابقا شو كان التقريب شو يعني تقريب عدد معين شو يعني التقدير تقدير اي عدد او تقريبه معناه التالي اول اشي عشان اقدر نحدد المنزلة او العدد المراد التقريب اليه اللي انا بدي اقربله مراد التقريب لا ثاني اشي ننظر الى يمينه بتطلع على المنزل اللي عيمينه اذا يمينه كان عدد بخيل في عندي حالة اذا يمينه كان عدد كريم عندي شي تاني اذا عدد بخيل ينزل العدد كما هو عدد كريم نزيد واحد والباقي اصفر ايش معنى هاد الكلام معنى التالي انا مثلا بدي اقرب العدد واحد وعشرين وخمسة وسبعين جزء بالمئة كيف بقربه اول اشي لازم اعرف انا لاي منزلة بدي اقرب بدي اقرب منزلة جزء من مئات بدي اقرب منزلة جزء من عشرة بدي اقرب منزلة واحد يعني بدي اقرب منزلة احد ولا بدي اقرب منزلة عشرات فبحدد اول اشي المنزلة كيف بحددها بحط خط انا بدي اقرب الاثنين بحط خط تحت التنين بعدين بتطلع عيمين للعدد بدي أطلع على يمينه يعني بدي أطلع على الواحد إذا الواحد عدد بخيل شو الأعداد البخيلة والكريمة؟ بخيل عداد البخيلة هي عبارة عن الأعداد صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة أعداد كريمة هي عبارة عن الأعداد خمسة ستة سبعة تمانية تسعة الواحد بخيل ولا كريم؟ عدد بخيل شو يعني بخيل؟ يعني التنين رح تنزل مثل ما هي وكل إشي عيمين التنين بنزل أصفر لأنه أنا بتطلع على جهة اليمين كل إشي عيمين التنين بنزل أصفر فرح يصير عندي العدد 20 20 فاصل أصفر يعني 20 طيب لو أنا مثلا نفس العدد بدي أقربه للواحد بحط خط تحت الواحد أقربه للأحد بحط خط تحت الواحد بتطلع عيمينه إيش عندي يا يميني الواحد؟ عندي سبعة هل هو كريم ولا بخيل؟ كريم السبعة كريم إذن الواحد بزيدها واحد فبتصير اثنين الواحد بزيدها واحد فبتصير اثنين اللي عيمينه الباقي كله بينزل أصفر فكم صفر رح ينزل عندي؟ السبعة بتنزل صفر والخمسة بتنزل صفر كله رح ينزل أصفر عندي الواحد زدناها واحد صارت اثنين طيب اللي عيساره ما تطلعت عليه ولا عملت فيه إشي فبيضل مثل ما هو الأشياء اللي عيسار لا تطلعت عليها ولا عملت فيها إشي تنزل مثل ما هي فالواحد وشرين فاصلة خمسة وسبعين جزء بالمئة بتنزل عندي اثنين وعشرين تقريبا يعني هي عبارة عن اثنين وعشرين هلأ نيجي أنا لدرسي بقولي درسي بدي أقدر عملية الضرب بدي أقدر الضرب بالمسائل الثالية إيش معنى قدر الضرب أو تقدير ناتج الضرب إجا تنلاحظ كلمة قدر إجا تقبل عملية الضرب حتى بالسؤال نفسه بيكون أي لي قدر الناتج قدر بتيجي قبل حساب قدر بتيجي قبل العملية إذن التقدير كحال التقدير يعني إني أنا بدي أقدر الأرقام بعدين أنفذ عملية الضرب هذا معنى قدر الضرب أو قدر الناتج معنى قدر الناتج لعملية الضرب معناها قدر الأرقام أول بعدين احسب عملية الضرب العملية عندي كتير تصير أسهل بهاي الحالة مثال نأخذ مثال لو كان بده إياني أقدر ناتج الضرب للمسألة التالية 3 صحيح و 614 جزء من 1000 ضرب 11 صحيح و 2 جزء من 10 أنا بدي أقدر الناتج لعملية الضرب التالية شو يعني بدي أقدر ناتج عملية الضرب يعني بدي أقدر أول بعدين أضرب فباجي بحكي بدي أول إشي أقرب هذا العدد لازم أعمله تقريب وهذا العدد لازم أعمله تقريب طيب عشان أعمل تقريب لازم أعرف لأي منزل بدي أقرب عشان أحط تحتها خط وأقرب إلها عشان إذا منلاحظ بالسؤال السابق يعني لما أجي تقربت لأقرب 10 طيب معي الناتج 20 لما أجي تقرب لأقرب 1 طيب معي الناتج 22 مختلف الناتج بطلاع هون 22 هون 22 فلازم أحدد شو المنزل اللي بدي أقرب إلها لأنه إذا اختلفت المنزل رح يختلف الناتج دائما صف سادس اتفق العلماء بعملية الضرب لمن يجي انقرب من قرب لأعلى منزلة فأنا بتطلع شو آخر منزلة عندي على يساره اللي بقرب إلها فهون آخر منزلة عندي هي الثلاث إذا انخطي رح يكون تحت الثلاث حددت المنزل اللي بدي أقرب إلها بتطلع عيمينه عيمين الثلاث عندي ستة فخيلة ولا كريمة كريمة فالثلاثة بنزيدلها واحد بتصير أربعة الباقي رح ينزل أصفار فاصلة عيمينها أصفار مش مفيدة ما بدي أحطها ضرب الفاصلة واللي عيمينها ما في داعين خلص خلص ثلاثة فاصلة 114 جزء بالألف رح تصير أربعة 11 و 2 جزء بالعشرة برضو بدي أقربها لازم أقربها برضو أفضل إشي لأعلى منزلة يعني آخر منزلة على يسار فبحط خط تحت الواحد بطلع سهم للواحد اللي جنبها الواحد بخيلة ولا كريمة بخيلة فالواحد تبعتي بتنزل زي ما هي واللي عيمينها أصفار فاللي عليها السهم رح تنزل صفر فاصلة صفر فاصلة صفر مش مفيدة ما في داعي أحطها إذن شو سارت مسألتي سارت أربعة ضرب عشرة أربعة ضرب عشرة كم أربعين أسهل بكتير أحسب أربعة ضرب عشرة من إني أحسب عملية الضرب هاي إذن تقريبا جواب عملية الضرب هاي تقديرا بناتج أربعين نأخذ مثال آخر لتقدير عملية الضرب مثلا لو كان معطين قدر ناتج عملية الضرب للعددين المسأل التالي خمسة وسبعة واربعين جزء من مئة ضرب اثنين وثمانمية وثلاثة وستين جزء من ألف كيف بحلها أول إشي بدي أقدر أول بعدين أضرب فالعدد الأول بقدره لحال العدد الثاني بقدره لحال كيف بقدر العدد الأول أعلى منزلة خط على الخمسة سهم على الأربعة الأربعة بخيلة ولا كريمة بخيلة ما بتعطي الخمسة بتضل خمسة والفاصلة بتنزل عيمينها أصفر ما في داعي إلها ضرب الثنين خط على الثنين سهم على الثمانية الثمانية بخيلة ولا كريمة؟ كريمة أي إشي أكبر من الأربعة كريمة فالتمانية أكبر من الأربعة كريمة إذن رح تعطي الثنين فالثنين تبعتي رح تسيب ثلاثة والفاصلة بتنزل عيمينها أصفر ما في إلهم داعي سائلت مسألتي خمسة ضرب ثلاثة واللي بتساوي خمسطاش إذن جوابي تقديراً بساوي 15 نحل كمان مسألة فرع سؤال هاي كانت أسئلة مثال محلول بالكتاب هل أن نحل سؤال 1 صفحة 84 فرع باء مثال بقولي 28 و 6 بال 10 ضرب 23 و 451 جزء بالألف كيف بقدر؟ بقدر ناتج الضرب عن طريق أقرب أول بعدين أضرب فبقرب لايش بقرب أعلى منزلة هون للتنين وهون للتنين فأطلع ساعة 8 تمانية كريمة رح تعطي التنين رح تصير 3 التمانية رح تنزل صفر والفاصلة بتنزل عيمينها أصفار ما إلها داعي ضرب تنين نطلع ساعة 3 ثلاثة بخيلة فالتنين تبعتي رح تضل لتنين التلاتة رح تنزل صفر وبعدين فاصلة أصفار ما إلهم داعي إذن صارت مسألة 30 ضرب 20 صفرين بينزلوا 3 ضرب 2 إذن جوابي تقديرا هو 600 الناتج تقديرا 600 ناتج السؤال هيك ما نكون يعني أنا هنا فكرة تقدير الضرب نيجي للفكرة الثانية لما يكون عندي تقدير القسمة نفس الإشي لازم أقرب أول بعدين أقسم لكن عندي بالقسم اختلاف اختلاف بالقسمة هو الكلام التالي أنا مثلا لما يكون عندي عداد اللي هو مثلا 58 و 1 بالعشرة تقسيم 14 و 89 بالمية تقديري للقسمة كالتالي ما بقدرهم التنين بالضرب كنت أقدر العددين كنت العددين أقدرهم هلأ بالقسمة أنا لازم أعمل عملية التقدير بعدين أقسم لكن ما بقرب العددين لا باجي للعدد اللي بعد القسمة وبقدره بس العدد اللي بعد القسمة بقدره فالـ 14 فقط هي اللي بحتاجة أني أقربها منقرب إحنا الـ 14 فتقريبي للـ 14 أنا حرة لأيش هون أنا مخيرة سواء قدرت أقدر لأعلى منزلة أو للمنزلة اللي قبلها هلأ أنا عم بحل مثال محلول من الكتاب فبالمثال هو مختار يقرب للأحد هون إحنا حرين لإشنا نقدر فنخلينا نلتزم بالكتاب ونقرب للأحد عادي هسا بحلها بقدر لأعلى منزلة شو بعمل بحدد المنزلة اللي بدي أقرب إلها وبطلع سهم التمانية بخيلة ولا كريمة كريمة فرح تعطي الأربعة فالأربعة بتصير خمسة الواحد ما عملت فيها إش لأنها عيسال الأربعة رح تنزل والفاصلة تنزل عايمينها أصفار ما بحتاجها تقسيم إذن العدد الأول بقربه بهذه الطريقة العدد الثاني ما بقربه بعمل فيه إش اسمه أعداد متناغمة شو يعني عدد متناغم؟ بطلع على تمانية وخمسين تبعتي بكتب جدول ضرب الخمستاش لحد ما أوصل لأقرب إش عالتمانية وخمسين بجدول ضرب الخمستاش خمستاش ثلاثين خمسة واربعين ستين خمسة وسبعين بعد الخمسة وسبعين بيجي عندي تسعين التمانية وخمسين هي فعلياً بين الخمسة واربعين والستين طبعاً من أقرب فيهم التمانية وخمسين؟ طبعاً أقرب لها الستين فبشيل الثمانية وخمسين وبحط بدارها الستين ما قربت لا شفت أنا قربت العدد الثاني سواء لا أقرب عشر أو لا أقرب أحد ما بفرق معي قربت المهم العدد الثاني والطلعت على العدد الأول وذهنيا فكرت إيش أقرب عدد بجدول ضرب الخمستاش عليه شلت الثمانية وخمسين وحطت فكان أقرب عدد ستين حطت الستين ستين تقسيم خمستاش كم المفروض نحن حطين جدول ضرب الخمستاش هاي خمستاش ضرب واحد خمستاش ضرب اثنين خمستاش ضرب ثلاث خمستاش ضرب اربعة إذن ستين تقسيم خمستاش اربعة طيب نأخذ مثال آخر مثلا لو كان عندي بسؤال مثلا اثنين صفحة رقم اربعة وتمانين سؤال رقم اثنين بالكتاب صفحة رقم اربعة وتمانين فرع ألف طالب مني اني اقسم اربعة وتشرين صحيح وخمس ثمانمية وخمس وستين جزء من ألف تقسيم خمسة صحيح واربعة وتشرين جزء بالمئة كيف بقرب بالقسمة؟ بالقسمة ممنوع اقرب العددين العدد الثاني فقط هو اللي بتقرب طبعا لازم اقرب بعدين احسب القسمة العدد الثاني فقط هو اللي بتقرب فانا حر لا ايش بدي اقربه دائما بقربه لعدد صحيح ممنوع اقربه لعدد عشري دائما لعدد صحيح عشان تخلص من الفاصلة عشان تصير القسمة سهلة فانا العدد الصحيح عندي هون هو الخمسة synagogue 24 ايش اقرب ايش بجدول ضرب الخمسة عال 24 25 فبشير 24 بحط مدلها 25 ساري السؤال عندي 25 تقسيم 5 واللي بساوي 5 هذا تقديرا طبعا إذن تقديرا 24.865 جزء بالألف تقسيم 5 و24 جزء بالمئة تقديرا جوابها بطلع قريب من الخمسة الفرعباء بحكيلي بدياني أحسب تقديرا 25 صحيح و37 جزء بالمئة تقسيم 3 صحيح و76 جزء بالمئة كيف بقدر قسمة ممنوع أقرب العددين العدد الثاني فقط اللي بتقرب فباجي بحط خط على الثلاث ساعة مع السبعة السبعة كريمة بتعطي الثلاث فالثلاث تبعتي رح تصير أربعة الفاصلة تنزل عيمينها الأصفر والقسمة رح تضل موجودة قسمة الآن العدد الأول ما باجي بقربه لا بحط دائرة بس على الجزء الصحيح فيه أو خط على الجزء الصحيح بس بقرب الجزء الصحيح الجزء الصحيح بس ألحالي إيش فيه إشي قريب على جدول ضرب الأربعة عن الخمسة وعشرين أقرب إشي بجدول ضرب الأربعة للخمسة وعشرين أربعة وعشرين بس بشير الخمسة وعشرين بحط ودالها أربعة وعشرين أربعة وعشرين تقسيم أربعة هاي الفاصلك إنها مش موجودة مع الأصفر أربعة وعشرين تقسيم أربعة بيعطيني ستة فرع جيم آخر فرع موجود عندي 123 16 جزء بالمية تقسيم 18 صحيح 89 جزء بالمية كيف بدي أقسمها بقرب العدد الثاني لأي منزل بديها أنا مثلا هون بدي أقربها لأعلى منزل لأني بالمثال قبل شوي قربت لأحد أجرب هاي المرة أفرجيكم كيف لأعلى منزل خطع الواحد سهم على الثمانية الثمانية كريمة بتعطي الواحد فالواحد تبعتي رح تصير اثنين والثمانية رح تنزل صفر الفاصلة تنزل عيمينها أصفار ما إلها داعي ما رح أحطها تقسيم هلأ هون المية وثلاثة وشرين ما بأخذها كلها بس ما بأخذ كل الرقم بأخذ بس المية وثلاثة وشرين المية وثلاثة وشرين إيش أقرب إشي بجدول ضرب الوشرين عليه إذا حطينا جدول ضرب الوشرين هو نفسه جدول ضربة تنين على فكرة فثنين أربع ستة تمانية عشرة ماش أربعطاش ستاش تمنتاش نفسه جدول ضربة تنين لكن في عندي صفر لأنه هون تنين مضربة بعشر فكأنه هدوار مضربين بعشر عندي صفر هاك رح يجد نفس جدول الوشرين فيه صفر صفر مع صفر بتروح 12 قصيم 2 6 إذن الإجابة هي العدد 6 بهيك ما يكون أنهينا في أفكار درسنا كلها ما في أفكار إلا هيك الضرب بالحالتين لازم أقدر بعدين أضرب أو أقسم بالضرب بقدر العددين لأعلى منزلة وبحسب الضرب بالقسمة بقرب العدد الثاني فقط لأي منزلة بديها يا أعلى منزلة أو الأحد ما بفرق عندي بقرب إلاها بعدين بأجي للعدد الأول ما بقربه لا بسأل حالي بأخذ العدد الصحيح منه بس بسأل حالي إيش فيه أقرب إشي لجدول ضرب العدد الثاني على هاد العدد اللي عندي وبشيله وبحطه بداله وبقسم قسمة عدي هيك ما يكون أنهينا الدرس بجميع أفكاره إن شاء الله إنه يكون سهل وواضح بالتوفيق إن شاء الله للجميع